لم يترك طريقاً إلا وسلكة ولا وسيلة تقربه من المهرة عبثاً إلا وتعلق بها كالغريق الذي يتمسك بقشة تنجي فإذا بها تغرقه أكثر ذاك مسار الانتقال من التهديد باجتياح المحافظة إلى محاولة التغلغل في مجتمعها مروراً بمساعيه لجرها إلى الفوضى والصدام الأهلي آخر الخطوات كشف عنها اجتماعه الأخير مع ما سماه اللينة التحضيرية للاتحاد السمكي وهي تجربة جديدة ضمن تجارب استهلكها المجلس فدفعت به نحو الانهزام محاولة النفاذ إلى المحافظة عبر الكيانات النقابية جاءت بعد فشل ميليشياته في إنشاء مكون مسلح لها بالمهرة فيما عرفته بالهيئة العسكرية للجيش والأمن الجنوبي والذي فشل في أول سطر لإعلان تأسيسه لم تجد ميليشيا الانتقال موطئ قدم لها في المهرة وقد سلكت كل الدروب وتحايلت بمختلف الأساليب واختلقت لنفسها عدة أوجه ومنها لجوءها إلى تجريب مسار آخر منفصل عن طبيعتها العدائية حين حاولت إيهام المكونات المجتمعية بجنوحها للسلم عبر ما سمته لجنة الحوار الجنوبي يحاور فيه الانتقال نفسه فذهبت إلى منتهت إليه كل مساعيه العادزة فشلت كل محاولات الانتقال إذن ومعها تتبخر كل خطوة له صوب المهرة فيما بقيت محافظة على تماسكها ومناعتها ضد الكيانات المولودة من مستنقع الفوضى والمناطقية تنعي القائم على روح التكتب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر